روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا جهمية ومن سار على منهجهم أصل البلا هم الجهمية المعتزلة وكل من جاء بعدهم سار على نهجهم فهم الذين فتحوا باب الضلالة والعياذ بالله هم الذين فتحوا باب الضلالة وكل من جاء بعدهم من أهل الضلال فإنه تابع لهم يتحقق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا كما أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا فليحذر المسلم أن يكون من دعاة الضلال لأنه لا يختص بإثم نفسه فقط وإنما يتحمل آثام من اتبعوه لأنه غرهم خدعهم وفتح لهم باب الشر وصار قدوة في الشر قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون فالخطر شديد فيها وهذا مما يؤكد على المسلم أن يكون قدوة في الخير وأن يدعو إلى الخير ويتجنب أن يكون داعية إلى الشر أو اتباع الهواء أو المخالفات وإن كان عليها من عليها من الناس فإن الحق أحق ويُتَّبع نعم